ملتقى التمويل والاستثمار بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أفق جديد يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والتسهيلات المقدمة من القطاعات المصرفية لدعمهم والذي يخلق فرصا استثمارية أكثر جاذبية وأمانا للمستثمرين قصد من تنفيذ ملتقى التمويل والاستثمار هو دعم قطاع رياض الأعمال في المنطقة الاقتصادية الهدف الأساسي من هذا الملتقى وفي الجانب الآخر إيجاد الحلول المناسبة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستدامة لهذه المؤسسات برامج تدريبية وورش عمل قدمها ملتقى التمويل والاستثمار لتمكين الراغبين بالبدء في رياضة الأعمال وتقييم أبرز ما يعيق حركة المؤسسات والحلول المناسبة لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم لمشاريع ناجحة إلى جانب المعرض المصاحب الذي جمع المستثمرين والخبراء ورواد الأعمال ومؤسسات التمويل تحت مظلة واحدة فرصة الأول مرة تقام في محافظة الوسطى وولاية الدغوم أن إيجاد الجهات التمويلية تحت سغف واحد وهذه خطوة إلى الأمام إن شاء الله بالنسبة للشباب الأصحاب المشاريع القائمة والمقبلين على مشاريع ولاية الدغوم في نقطة يفتقدوها شريعة كبيرة من الشباب بعد قامة المشروع الإدارة والتسويق الإدارة والتسويق من ضمن النقاط الجوهرية ليعتمد عليها استمرارية المشروع ونجاحها تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة تهدف لخلق اقتصاد مرن ومزيد من فرص العمل للشباب الملتقى سيسهم في دعم وتشقيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع دائرة مجالاتها وإبراز الفرص الاستثمارية الجديدة والتمويل والتجارب الريادية الناجحة من محافظة الوسطى علي بن جمع الريامي ولاية الدقم